وافقت جميع الأطراف اليمنية على بدء هدنة إنسانية والتي من المقرر أن تبدأ منتصف الليلة الجارية ورغم القتال العنيف على الأرض وتواصل الضربات يأمل اليمنيون أن يتم تثبيت الهدنة الإنسانية وتمديدها دون خرق من أي طرف تحدثت الأمم المتحدة عن إمكانية تسليم مساعدات إغاثية لنحو 21 مليون متضرر وسط أمال كبيرة بفتح ممرات آمنة لهذه المساعدات وإغاثة المتضررين تقرير التالي والتفاصيل أنا متفائل أن إن شاء الله في 24 ساعة المقبلة تفائل المبعوث الأممي إسماعيل ولدى شيخ أحمد كثيرا هذه المرة وأعلن أنه خلال الساعة القادمة سيكون هناك سريان لهدنة إنسانية شاملة في اليمن ولدى شيخ كان محقا بتفاؤله المشوب بالحذر حد وصفه على غير العدى خرجنا من هذه الزيارة الثالثة لصنعها بشيء من التفاول التفاول دائما الحذر أن هناك في رأي بعض النقط التي ممكن أن تقدمنا إلى الأمام أخيرا قدمت السعودية مقترحا لهدنة إنسانية في اليمن وأخيرا أيضا وثق الحوثيون عليها تفصلنا عن هذه الهدنة ساعات قليلة لتدخل حيز التنفيذ عندها تبدأ المنظمات الإنسانية عمليات إنقاذ واسعة النطاقة كما أعلنت عن ذلك منظمة برنامج الأغذية العالمي المنظمة قالت إنها مستعدة لتقديم حصص غذائية طارئة لأكثر من 750 ألف شخص في المناطق المتضررة جراء النزاع بالإضافة إلى إيداع مخزونات من المساعدات الغذائية والمحروقات الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أديريان إدواردز بدوره أيضا تحدث عن أن المفوضية تضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لإقامة جسر جويا كبير على أن تنقل ثلاث طائرات في بادي الأمر ثلاثمائة طن من المساعدات لتقديمها لمئات الآلاف من اليمنيين واجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية هنة إنسانية تستمر خمسة أيام ما لم تخرقها أي من الأطراف المتصارعة ويجبر فيها الناس على ترقب كل ما يحدث فيها خمسة أيام قد لا تكون كافية لهم لتنفس القليل من الهدوء والراحة لكنها ربما ستساعد في التخفيف عن كثيرا ممن أضرتهم الحرب الطويلة التي لا يرون لها نهاية حتى الآن اشتركوا في القناة